مرأة الأرملة أخاب هو ملك إسرائيل الشرير رحلوا إليا وقال له هذه الكلمات حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي ثلاث سنين عدوا من غير مطر بقول إليا وتذكرت صلاة إليا هذه في العهد الجديد أيضا وكان كلام الرب له قائلا لإليا انطلق منها هنا والتجي نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر كان قاعد إليا يعني ربنا مذباط خالص يجي له خبز ولحم الصبح بالغراب وبالليل نفس الكلام وقاعد جانب النهر وبيشرب وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض وابتدى ربنا ينقل إليه لمكان تاني ينجهز له فيه عناي في فترة المطر ثلاث سنين استمرت ما كانش فيه مطر ما فيش أكل ما فيش مجاعة على البلاد إليه هو اللي صدد للرب لأجل هذا فكانت الإعالة الأولانية لنبي الله موجودة عند نهر كريث بعد ما يبس نهر كريث عدد ثمانية وكان له كلام الرب قائلا قم اذهب إلى صرف التي لصيدون وأقم هناك هو إذا قد أمرت هناك أمرأة أرملة أن تعولك فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة وذهب إمرأة أرملة هناك تخش عدانا فنداها وقال هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب وفيما هي ذاهبة لتأتي به نداها وقال هاتي لي كسرة خبز في يدك فقالت حي هو الرب أنه ليست عندي كعك قال لها يعني أنا عايز أشرب واكل فقالت حينه رب إله كأنه ليست عندي كعك ولكن ملأك كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوس وهانذا أقش عوديني لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت لآخر حاجة عن دين نموت بعدها فقال لا إليا لا تخافي ادخلي واعملي كقولك ولكن اعمالي لي منها كعكة صغيرة أولا وخرجي بها إلي ثم اعمالي لك ولابنك أخيرا يعني اعمالي لي أنا الأول وبعدين اعمالي لنفسك ولابنك لأنه هكذا قال رب إله إسرائيل إن كوارث دقيق الآن لي مشهورة أو إيه يا ريت نحفظها عن زهر قال بأن قوارث دقيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي يعطي فيه الراب مطرا على وجه الأرض فذهبت وفعلت حسب قول إليا وأكلت هي وهو وبيتها أياما عدد 16 كوارث دقيق لم يفرق مهر الرب أي وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إليه وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتدت مرضه جدا حتى لم تبقى في ناسها فقالت لإليه ما لي ولك يا رب الله هل جئت إلي لتسكير اسمي وإماتت ابني فقال لا أعطيني ابنك وأخذ من حطنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأضعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرمالة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك إنها فتمتد على الولد سلاس مرات وصرخ إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذه الولد إلى جوفه فسمع الرب لصوت إليه فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش فأخذ إليه الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إليه أنظري ابنك حي فقالت المرأة لإليه هذا الوقت تعلمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فامك حق آمين الحقيقة حباقي تبدأ قصتنا مع هذه المرأة بحاجة شوية أعتقد لو حصلت مع حد مننا هتبقى صعب من واقع كلام الرب نعرف أن المرأة دي رغم أنها أممية مش من شعب إسرائيل لكنها كان لها علاقة بالرب والدليل على كده أنه الله الرب بعد ما إدى فرصة إليه في رعاية كاملة جميلة عند نهر يشرب منه ويجي له خبز سخنه ولحمة سخنة الصبح مطبخ سماوي وجايل له واحد شيف غراب بيدي له الأكل الصبح والأكل بالليل فجأة النهر جاف والحياة لغبطت وما بقتش الدنيا تنفع عند نهر كريم ربنا قال له طيب أنا هنقلك لحتة تانية لأنا متولي رعيتك أنا متولي عليك فنفهم من الكلام أربط لحظه الكلام إنه قال له قم إذهب إلى صرفة التي لثايدون وأقم هناك هو إذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أنت عورك يبقى قبل ما يقول إليه الرب عمل قال لي مين قال للمرأة وواضح إن المرأة دي رقم إنها أممية لكن لها علاقة بالله تتكلم مع الله ولا يتكلم معاه أرملة وفي تصوري إنه رغم ظروفها وموت زوجها وابنها والمجاعة لكن هي إنسانة في علاقة بالله الحي الحقيقي وفي يوم من الأيام جي الرب فجئها وقال لها إيه قال له أنا عايزك أمرتك أمر أمر إنك تعولي النبي بتاعي لها بعتهولك جي أمر إلهي لهذه المرأة مباشر أنها هتعول هذا المجل مين الرجل ده رب ده إليه النبي بتاعي مين ده 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 اللي صلى من ده اللي صلى من المطر يتقطع الرجل أنا عايزك تعولي ده هو ده اللي صلى إنه المطر يتقطع ولما المطر يتقطع حضرتك للاقي أكل وللاقي أشرب وهتموت ينتي وابنك وأنا عايزك تعملي إيه؟ عايزك تعولي أنا الحقيقة أثق إنه الله بيدي كل إنسان أوامر لكن أنا متصور إن ده أغرب وأصعب أمر ربنا أدى لحد أنت بتتكلم فيه يا رب أنت عايزني أعول أنا الرجل ده النبي بتاعي لما تعولي طب وبعين أنت عايزني أعوله طب أنا عندي حاجة أعوله ده أنا أرملة ومعايا ياتين وفي مجاعة ومعندناش أكل ومعندناش شرب والراجل اللي جاء سبب في المجاعة دي باعي تقولي تقولي يعني ما هو لو تقول حاجة يا رب قولها بحس يعني أقدر أفهمها أقدر أستوعبها إيه الأمر اللي انت طالبوا مني ده انت طالب مني إن أنا اللي أقول الراجل الكبير اللي هو النبي بتاعك اللي انت أولى أنك انت تقوله اللي هو سبب مشكلتنا طبعين انت طالب مني ما هو على رأي اللي بيقول يعني سمحوني في المسأل بس يعني مش عارف كلف يا سيد يا جاريا أخدم يا جاريا يعني اديني يا رب وأنا دي لان انت عارف اللي جوه ما فيش فانت جاي وانت عارف انت اللي جوه وتيجي تقولي هبعتلك راجل كبير هو رجل الله بتاعك انت وأنا أقوله طبعين أنا مستني يا رب تبعتلي العكس تبعتني أنا هبعتلك واحد يديك دقيق انت بنتي وغلي علي وعارف ظروفك وأرمالة وعندك يتيم لانا هبعتلك النبي بتاعي رجل الله يا ابنك عربية يملالك المطبخ يعني ده المنطقي يعني ما بتخيل أول ما ربنا قالها الكلام ده دحيت يعني عارف نعم انت بتقول ايه تبعوله ازاي تبعوله بايه طب مش لما قدر عقول نفسي لما عقول ابني عاوز اقول يا حباي انه امور كتيرة من امور الله بيبقى صعب علينا نفهمها اوامر كتيرة الله بيطلبها مننا قد تكون خارج نطاق المنطق خارج نطاق المعقول لكن صدقني اي امر الله بيقوله لك في حياتك هو قابل التنفيذ حتى وان يبدو انه مستحيل حاول ده ان يبدو انه يعني يا رب انت بتتكلم انت عايش في عالم تاني انت بتتكلم في ايه الهي يمين ده اللي انا عينه وانا لاقي ااكل ولا لاقي اشرب يا اخي انت خلي بالك من نبي بتاعك واسمني في حالي ده انا فاكرك انت اللي هتبعتلي نبي يديني هناك امرت حتى يعني انا متصور وانا من الية وبس مع ربنا بس انا قولي هناك امرت عيلة غنية انها تعيلة هناك امرت ناس من احباء ولادي الحلوين المستريحين هيعلوك لكن ايه رب انت بعتني بتقولي هناك امرت امرأة ارملة تقول لي صعب صح اوامر الله كتير صعب لكن امرها لازم الناس احيانا الرب يطلب مني حاجة صعبة انا مش ادرى احمل انا مش ادرى احب فلان مش ادرى اخفر لفلان مش ادرى سامح فلان مش ادرى اخدم فلان مش ادرى اعمل الخدمة دي مش ادرى اقدم التقديمة دي مش ادرى اقدم التطحية دي مش ادرى الوقت ده مش ادرى يا رب ده صعب ده اكتر من امكانياتي انت عارف كده ايونا عارف كده بس لو سمعت ولو سدقت هتقدر تحمل لانه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الكنود لما ادي امر يا حبيبي انا بديك معاه في نفس المظروف بتاع الامر في نفس الطرد اللي جايلك بالامر في نفس الارسالية بديلك حاجة اسمها نعمة تكفي انك تتمم هذا الامر انك تطيع انك تخدم انك تعمل اللي بقولك عليه النعمة مبعوطة مع الامر لان انا عارف وزنتك عارف جبلتك عارف تستحمل ايه عارف ميزانك ايه عارف امكانياتك ايه عارف احتمالك ايه عارف في صندوق الزيت بتاعك قد ايه عارف كوارك فيه قد ايه عارف كوزك فيه قد ايه وانا المسؤول انا المسؤول ما تستسربهاش بس خليه خاضع ابونا إبراهيم بتحطله أمر مش ممكن مش ممكن تتكلم في إيه تتكلم في مين قدم ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق مزمح زمح على جبن مرأي تتكلم فيه يا رب تتكلم في إيه ده كلام يعني ما ينفعش وكثير من أمور الله تبدو أنها لا تنفع لكن كلها قابلة للتنفيذ كلها قابلة لأن تكن سبب بركة حقيقية في حياتك لما تلاقي الله عايز منك حاجة أرجوك وعد واسمع واستنى وما تستصعبش وما تهربش وما تجريش وما تلاقيش السفينة رايحة ناحي الترشيش تقوم حضرتك حطت رجلك فيها لأن الله يريد أن يصنع في حياتك أمور رائعة حتى وإن تبدو مستحيلة لأنه هو اللي هيصنعها مش أنت اللي هتصنعها هو اللي هيصنعها مش أنت اللي هيصنعها جاء هذا الأمر لهذه الأرمالة وطبعا الأمر في هذا المستوى في هذا الوقت كان صعب جدا على الإيمان صعب جدا على الطاقة عشان كده لما راح لها إليه تلاحظوا أنها كانت عرفاة لأن الله كان متكلم معاه فأول ما قال لها هاتي لي قليلة ماء في إناء فأشرب وفيما هي ذاهبة يعني لتأتي به نداها وقال هاتي لي كسرة خبز وهي بيكلمها فقالت له حي هو الرب إلهك أنا عارف أنت مين ما أنت إلهك أين لأن أنا عولك وإنت النبي بتاعه بس أنا بقول هاتي للآخر حي هو الرب إلهك أنا ما عنديش جابتها لقى البلاطة قال لأنا عندي ملء كف من الدقيق وقليل من الزيت هعمل عودين وأكلة وأنا وابني هنموت وحيحباقي أنا ما أطرش ألومها وهو حد يفتكر أن أنا بألومها بس عايز أقول لكم أنه أول مستوى من الإيمان أنك تطيع من غير تفسيرات تطيع من غير عوامل مساعدة تطيع من غير ما ربنا يديك يبعث لك حاجات كده تزقك وتساعدك وتسندك وتفهمك ده مستوى رائح من الإيمان ما كانش موجود هنا ما قدرتش قالت له بصراحة أقسيدك قال لي ربك قال لي بس أنا بقول لك يعني هو بعتك لي آه يعقول لك وهو كان لئمني صحيح بس أنا بقول لك من آخر انسك كلام ده لأنه ما فيش حاجة أنا مش هقدر أمشي في السكة دي السكة دي صعبة علي فيه ناس ربنا بديها نعمة إنها ممكن تطيع من غير تفسيرات هو أمر إلهي وجالي وأنا عارف أنه جاي من رب هنفزه إيه تفسير يا رب هتساعدني إزاي هتعمل إيه ما فيش مشكلة زي ابونا إبراهيم ابونا إبراهيم كان في المستوى الإيمان ده كان رائع ليه لأنه جاله إيه قال له قم أخرج من أرضك ومن عشرتك إلى الأرض التي أنا أريد طب يا رب ليه طب إزاي طب فين طب هروح إيه ما فيش تفسيرات ما فيش عوامل مساعدة ما فيش أمور تساعدك ورغم ذلك لأن أبونا إبراهيم إيمانه عظيم بالإيمان إبراهيم لما دعي قطاع وخرج وهو لا يعلم إلى أين يزل ده مستوى إيماني رائع يا رب هطيع وهسدق من غير مناشات من غير مناشات من غير ما نتفاهم إزاي ده صح وإزاي ده معقول ومش إزاي ده هيحصل من غير رب ما تديني سندة كده وتبعات لي معجزة وتبعات لي حاجة تورهاني وتبعات لي حاجة عظيمة كده تشجعين لا 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 أنا هسمعك أنا بسدقك مستوى رائع من الإيمان نوح وحي إلي أن يا ابني فولك طب ليه فولك وإزاي موية هتيجي هنا وإزاي هيحصل وإزاي الدنيا هتخرق إيه ده كل الأسئلة دي كلها لا خلاص يا رب أنت عايز ننبي فولك في ناس ربنا بديها مستوى من الإيمان الأمور تيجي تتسدق يا شوعة أنا عايزك تلف سبع تيام طب ليه سبع تيام وليه سبع يوم تلف سبع مرات مرات سؤالها كده طب ما تسأله يا أخي يقوله طب ما كفاية مرة كفاية مرتين لأنه ممكن على يوم التالت يشوفونا ويرمونا بالحجارة من الأسوار يموتونا الله أمره مش منطقي مش ده الإيمان بتاعي لا يشوع ولا إبراهيم ولا نوح عندهم فكرة المناوشات والمناقشات والتفاصيل ونعرض على ربنا حلول مختلفة ونقوله لا نعمل دي كذا ونعمل دي كذا وخليها تلات تيام بدل سبعة وخليها مرة بدل سبعة مرات في آخر يوم وبلاش اللفة تبقى كده طب أخرج حتة صغيرة بلاش أمشي وروح من من الأرض بتاعتي وروح أجري بعيد بسافة فترة طويلة بتقول يخرج من أرضك قليش دي في لفل من الإيمان بيخلي الناس تعمل كذا ربنا يدينا نعمة نحنا نوصل للمستوى لكن لأن إلهنا عظيم لأن إلهنا رائع لأن إلهنا عجيب لما بنهكع نعمل ايه زي ما كان عندي عربية في مصر بتاعتي بس كنت عارف مما تعتد أعمل زائتين وناس في مصر حبايب وحلوين على طول في الشارع إيدك معانا إيدك معانا فجأة بنمشي ربنا عارف أن إحنا بنعطل على بيتنا بتعطل ففي نعمته لما يدي لك الدفعة الأولانية وتجيب زي إبراهيم تطلع على الأول وماشي زي الفل خلاص خير وبرك فرحان بيك إبراهيم ده قبل مؤمنين نوح تمام 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 لما وحي ليه خافة بنا فل يا شور ما عنديش اعتراض خلاص امشي رب اللي انت عايزه سبع مرات سبعين مرة انت تقول وإحنا ايه وإحنا بنفس لكن لو إحنا خسعنا يعمل ايه يديها زق يدينا زق قال لها باسمت هدي عصان أنا عالك أنك متوترة أنا انت نوي على الانتحار أنا عايزك ما تتوتريش في تفصيل جاية في سندة جاية في زقة جاية الزقة جاية انت بتسقي في إله إسرائيل نعم انت بيلك وبين إله إسرائيل علاقة نعم طب خدي الزاقة دي الزاقة دي اسمعي قال إلي لا تخافي وانا لو هعملها لك هموت وانا ميتها كده كده لا تخافي ادخلي واعملي كقولك ولكن اعمالي ليه منها كعكة صغيرة أولا إلى آخره وبعدني انتهى الزاقة بتاعة ربنا لأنه شوف الزاقة هكذا قال الرب إله إسرائيل أنا بحبه أنا بصدق إله إسرائيل ده حظيم ده إلهي قال إيه قال إيه قولي قال إيه قال كده وقال هالي وقال هالي أو الهالك وخديها وتزاق بيها زاقة حلوة إيه اللي قاله أن كوارد بقيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقذ إلى اليوم الذي يعطي فيه الرمض مطر على وجه الأرض هو قال كده صحيح هو قال الدي مش هيخلص هو قال الالزيت مش هيخلص طب قال إسبوع لا أعماش أسبوع أسبوعين لا أقلد الحد من مطرة تيجي آه يا رب على كلمتك لما تسند القلب آه على كلمتك لما تشرك على القلب آه علينا لما نهنج ونقف ونطعبطل وبعايزين زقا وتيجي كلمتك لما تسندنا وتيجي كلمتك وترفعنا ويجي وعدك ويسبت قلوبنا وحسن أن يسبت القلب بالنعمة وتيجي كلمتك يا رب وترفع أروحنا الفوق وتسبتنا على الصخرة ويجي يا رب وعودك مع أنه لا يكون حمل في الكروم الزيتون لا تصنع طعام ولا بقر في المزاود فإني أفرح بإلهي وأبتهج بإله خلاص تيجي كلمتك وتقول يقيمني على مرتفعاتي آه يا رب كلمتك حلوة لأنه هكذا قال إله إسرائيل لما إيمانك يهنج هديجي كلمة هتيجي السندة هتيجي التشجيع دحك تصرف بطنها دحك أبعد فناء يكون لي إبط وسيني قد شاهد دحك تهنجت فراح الله هو في الخير قاله بقولك إيه قول لي سرى قول لي سرى قول لها الكلمة دي عشان التهنيجة تروح قول لها أنا هدأ يعصر هلي يستحيل على الرب شك قول لها الكلمة دي وتحول إيمان تحول الخير بتصرى وضعفها إلى قوة ليه جلوا عب لا يستحيل عليه شيء شكيف عهد الجديد يقول بالإيمان سرى أخذت قدرة على إنشاء ناسي إيه حسبت أنا لازي وعدة إيه صادق ما هو قالها هو في الخير ما هو وعد ولا صدقته هنج إيماني راح عمل إيه أحداني الكلمة أخوي أو أختي أرجوك بنعمة المسيح لما الإيمان يهنج لما الكمبيوتر يفريز لما ما تبقاش فاهم عرف تتحرك قول لي ما استني كلمتك قول لي ما استني بعدك قولوا رب ابعت أرسل كلمته فإيه شاء فإيه تعالوا واسندني تعالوا وقومني من ضعفي تعالوا ورجعني وعودي وثقتي فيك هكذا قال إله إسرائيل أنا بحبه هو عليك أجلها أيوة خلاص عشان كده بعد التهنيجة دي ما راحت يقول الكتاب إيه بعد ما قالها كوارد إله إسرائيل قال كده فذهبت وفعلت حسب قول إلي وأكلت هي وبيتها أياما والوعد حصل ولا لا نعم كوارد دقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقذ حسب قول الرب الذي تكلم به عن يدي حسب قول الرب الذي تكلم به عن يدي إلي مره جدعون ربنا دعايا راح هنك برضه هنك قال لي طيب خد عندك دي ده له حلم رغيف خبس الشعير يتضحرك في المحل هنك تاني خد عندك عايز إيه أنا 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 النهاردة حشان أشجعك هات الجزة قالوا حطها فابي رب وتبلها قالوا ماشي وأخلي البيضر ناشف قالوا طيب يا عيش يا رم حتة كمان اعكسها ناشف ناشف الجزة وبيني البيضر قالوا مالو أنا عايز أشجعك حبيبي كلماتي لتشجيعك أنا عايز إيمانك يتحرك أنا عايزك تثبت أنا عايزك تقف على رجليك عارفين لما عيالنا يبهمش هارفين يمشوا تقعد معهم عشان عايز سنتهم عايز تشجعهم الله عايز يعمل كلا في إيماننا لو إيمانك مش من الدرجة القولة زي إبراهيم ومن الدرجة التانية الله موجود موسى العظيم ما جابش إيمان من الدرجة القول ليه لأ أنا قاله روح قال له روح من أنا قال له أنا أكون معك خلصت بقى موسى رب نقلك أنا أكون معك قال له لا لا يا عم وروح أقول له مين قال له روح أقول له أهيا الذي أهيا لا لا بقولك إيه أنا لو رحت مش هيصدقوني قال له طب يا عم ما تزعلش إيه اللي في إيدك دي عصاية قرميها رميتها بقت حية مسكها بقت عصاية إيه رأيك يصدقوك لا طب ما تزعلش حبت إيدك دخلت طلحها بقت برصة دخلها تاني راح آه ينفع قال له لا يا رب لا أنا برضو مش هيصدقوني طب هات المية كباها على أرض بقى الدم ها ثلاث معجزات هتعملهم قداما لا أنا مش هيصدقوني طبعين قال له لا طب بقولك إيه يصدقوني ما يصدقونيش أنا لابتاع كلام ولا أبتاع كلام منذ أمس قال له هابعت معك هارون يتكلم طب أعمل فيك إيه أقولوس أكتر من كده مش هيكعك أكتر من كده أسندك أكتر من كده بإيه الزوء التهنيجة اللي انت فيها أكتر من كده إزاي ألا تسمع آه يا حباي نحن نتكلم عن رجال الله بقى تقيابه زي الصورة لكن صدقوني إحنا أضعب كتير من كلام إحنا كتير بنقول نفس الكلام بص سيدك قال لي بس أنا بقولك هي كعكة شوية بتاع وشوية بتاع وأقولهم أموت لكن نهار دا الرب عايز يسمع كلام دا هكذا قال إله إسرائيل قال إيه قال أن كبار الدقيق يا فرق وكوز الزيت لا ينقص حتى اليوم الذي يعطي فيه الرب ما ترمع هذا يوقعوا تفتكروا إنه لما بتجيلك كلمة ربنا بتبقى سهلة نتصدق أو بمعنى آخر خلينا بقى صحيح معك يوم ربنا يبعث لك كلمة عشان يسند إيمانك ما بتبقىش ساعتك واقف لواحدة كده خالص تبقى معك واحد تاني بيقولك ما تسدقش واحد محترف اسمه كداب وأبو كداب محترف يخليك ما تسدقش كلمة الله محترف يشككك محترف يجب لك أفكار خزعبلية تنتهي إن اللي بيقوله ربنا ذهب في شنك ده ما بيقعب ما بيسباكش ليه لأنه ملتمس من يبتلعه يقول حولك زائرا عشان كده وهي كلام الله اللي إليه بيتقلها في واحد يقول له ده كلام يتصدق طيب هو أنت شكت يا أختي حاجة حصلت قبل كده إن الجوز يبقى فاضي وتقول لي مليان إيه كلام ده إيه كلام المؤمنين اللي إنتي بتقوله ده وإيه اللي اضملك الكلام ده عشان كده مش سهل لما بيجيلك التشجيع ما بيبقاش مفيش حد تاني بيحاول ضيار مفيش حد تاني بيحاول يبعده مفيش حد تاني بيحاول يهز سلامك ويهز إيمانك ويهز ثقتك يا ست تصدق الكلام ده إزاي ده كلام لا يتصدق ولا عمره حصل ولا فيه أي مفيش أي ضمان ده بيقول لي الجا كلام في الهوى عارفة لو ضمان روح يقولي له خلي إلهك يملى للبيت 16 كيس دقيق وخمسة جلون زيت وانا مشي معاك زي الفول أشوفهم بعناي والطم مش ده نبيقوله عايز حاجة تطم بيها ستيش كلام ده وفيش أي ضمان هكذا يا حبائي تأتي الحرب لكن نشكر الله العظيم لأنها لأول ما سمعت هكذا قال إله إسرائيل قامت وطلعت وتحركت وفعلت حسب قول إليا وأكلت هي وبيتها في الأول جي أمر صعب بتنفيذه لكن الله جي بعدها بالوعود وبالتشجيع وبالبركة عشان ينفذوا هاختم مع حضرتكم أحبائي هل كان هذا أمر صعب نعم صعب وعايز أذكر نقطة واحدة للصعوبة وهكمل إلى المرة الجاية كتير بيبقى صعوبة التزديق والإيمان مرتبطة بالوضع اللي إحنا فيه بمعنى أسمعوني في دي وأنا خلاص خلاص بمعنى أن اللي عندي قليل قوي قليل قوي يعني يعني أنت عايز نصدق إزاي وأنت جاي لوحدة أرمالة ومعاها يتيم واللي عندها شوية صغرين وشوية صغرين قوي ما اللي عندي قليل وسأل الله ربينه بيسألهن لما جينا الصعوبة دي هل الله عنده مانع أن يخلص بالقليل وبالكثير والله ما يعرفش يخلص غير بالكتير أنا إن كانياتي إليه لقوي أنا مواهبي إليه لقوي أنا اللي عندي إليه لقوي أنا منفعش في الخدمة دي أنا منفعش أشيل المسئولية دي أنا منفعش بقدة الإمانة دي أنا ما عنديش كتير أنا ضعيف خالص أنا ولا حاجة طيب ما هو اللي كل حاجة هو الله عنده مانع أن يخلص بالقليل وبالكثير لماذا يقول الضعيف بطل أنا عشان هو بطل ولا عشان الله جعله بطل لماذا لا يعتسف الأعرق بل بالحال يجري عشان عشان ركبنا له رجل صناعية ولا عشان الله ليس عنده مانع أن يخلص بالكثير وبالقليل أرجوك بلاش صغر النفس الروحي بلاش تقول اللي عندي إليه لا تقول قالها الرب بصراحة لا تقول إني ولد اللي عندك مش قلية إبراه مرة خد راح حارب أربع ملوك خد معاكم واحد تلتمية وطمنتاشر واحد يحارب أكبر أربع ملوك في هذا الوقت ولين اللي مش قلية ولين جدا ولين جدا عشان كده ما نبصش إن اللي عندك قلية بص إنك عندك أب غني عنده الكل مزخر فيه كل كنوزر حكم والمعرف والعمل أرجوك أكبر صعوبة بتواجه إيمانك إنك عندك إحساس إنك فاضي جيبك فاضي إمكانياتك فاضي أنت مفلس حلو يا بختك أصلك لو مفلس غناء عندك ده مرة واحد كان غني ربنا فلسه يعني إيه كان عنده كتير جدعون عشان يحارب المديانيين راح عمل دعوة جالوا 32 ألف واحد نحن خير أو ينفعوا في الزن قد المديانيين دولة زي الجراد يقوم ربنا يصفصفهم له ويقول له بس أنا مش عايز من الت 32 ألف دولة غير 300 ليه يا رب هو تعذيب انت بتعذبني انت مش كفاء بعيدني في مهمة صعبة يقوم يجي ل 32 ألف تقول لي شربهم هم مش عارف خليهم يعملوا إيه وإيه وبعد يقول لي هم التبتمل اللي تروح بيهم يا سلام يا رب يا سلام يا رب يا سلام لما تستخدم القليل بتاعي يا سلام لما أجيلك بكل ضحفي وبكل عدم إمكانياتي وبالسفر اللي أنا فيه يا سلام يا رب لما أشوف عصا موسى عصايا حتة عصايا خشق بزمتكم تعمل عشر ضربات وتشق بحر إيه ده إيه الإله العظيم ده إيه الإله العظيم ده إيه الإله اللي قدر يتمكن بالصورة العظيمة ديه إيه العظيم لا يعصر عليهم كتبت مبارح على فيسبوك وأنا بقرر الجوزء ده وجمعت التلت أرمالات تازي الأرمالات اللي ما كانتش عندها غير إيه شوية صغرين قوي في الجوز الدقيق وشوية صغرين قوي في كورة الزيت والله أتما أجيب ألا أقا وواحدة تانية بعدها تكلمنا عنها من مرتين ما كانش عندها غير دهنة دهن إحنا قلنا وقتها إنه الإزازة بتاعت حضرتك اللي في المطبخ بعد ما بيخلص الزيت وتخلصيه وهترميها في الزبالة بيبقى فيها دهنة فهي كان عندها إزازة هترميها في الزبالة دهنة زيت والله عمل بيها إيه إدها زيت يغوف في كل ديونها يا وعلا وواحدة أرمالة تالتة دي أرمالة إليها ودي أرمالة إليشة والتانية كان مع الرب يس هو أرمالة الرب يس هو كانوا عندها إيه كانوا إيه اتنين اتنين يا شيخة اتنين جاية بيهم آه جاية ولقيت واحد مستنيها مستني اسم على الانت الاتنين وقفل ودانه عن غنات كتير قوي كل ده أولا حابة لأنا أعطت كل معدها كل معاشتها قد يكون أحد صعوبات الإيماني أحباي أن تصدق أن القدير يستطيع أن يتمكد في القرية الأولية قد يكون أحد صعوبات الإيماني أن تقول أننا فاشل مفلس ضعيف أو بلغة الكتاب المؤدس بولس قال كان لنا في أنفسنا حكم موت موتنا خلاص ولا حاجة طب يا رب وصلت بولس بولس العظيم ده توصله للموت ليه هو نفس يقول لكي لا نكون متكلين على أنفسنا ما هي ماتت بل على الله الذي يقين هل الله يستطيع أن يعيد إيماننا تاني هل الله يستطيع أن يعيد استجابتنا الأوامر قد تبدو غير معقولة هل أمرت هذه الأرملة أن تعولك هل إذا أملنا هنج ونسمع آه كلمة هكذا قال الرب إلى إسرائيل يا سلام على كلمتك أرد هل القليل والعدم اللي إحنا فيه هو داعي لفشلنا وعجزنا ولنقف ونعلن إنه حي هو الرب إله الجنز وقال لأ أود من هذا الذي أنت عيرته إلهنا إله حسين حافظ عفل اسمين سين وبيطعم شاحبه برية وبندينا نفق فيه لأنه أعظم كتير جدا مما نحن ندرك أو نحن نستمتع بعظمته الحقيقية والإلهنا المجد آمين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة